احتفالية خيرية لمرضى الفشل القلوي في كلية التربية بصنعاء ركزت معظم فقراتها على شرح معاناة الأطفال الذين يعانون من فشل قلوي في ظل الوضع الذي يعصف بالبلاد منذ نحو عامين الأطفال يأملون دعمهم حتى يواصلوا حياتهم بشكل طبيعي في ظل عجز المستشفيات عن توفير احتياجاتهم بسبب تزايد أعداد المرضى بشكل كبير خلال الفترة الماضية وتعاني المستشفيات في البلاد من انعدام أبسط مقومات الرعاية الطبية للمرضى الأمر الذي ساهم في مضاعفة معاناتهم في مستشفى ذمار العام قال مصدر طبي أن مواد الغسيل الكلوي على وشك النفاذ مضطر المركز إلى الحد من جلسات غسيل الكلة لتصبح كل ثلاثة أسابيع بدلا من أسبوعين وخفض المدة الزمنية لعلاج المرضى من خمس ساعات إلى ثلاث في وقت يعاني فيه العاملون أيضا من عدم استلام مستحقاتهم منذ عدة أشهر بسبب أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد